نستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى ضغل الله ورعا في قصر الصفرية اللواء بحر أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد قائد البحرية بالقوات المسلحة المصرية وعددا من كبار ضباط البحرية والطيران المصرية الذين يزورون المملكة بمناسبة مشاركة القوات المسلحة المصرية مع أشقائهم في قوة دفاع البحرين في التمرين المشترك حمد 2 الذي يقام في مملكة البحرين عرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى عن تقديره لمشاركة القوات المسلحة المصرية في التمرين المشترك حمد 2 والذي يعتبر من أهم التمرين التي تنفذها قوة دفاع البحرين مع القوات المسلحة المصرية الشقيقة كما ثمن جلالة الملك المفدى بكل التقدير جهود أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ودوره في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وترسيخ أسس التعاون المشترك بشكل الذي يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين وأكد جلالته حفظه الله أن إقامة هذا التمرين يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد تطورا مستمرا في المجالات المختلفة ولا سيما العسكرية والدفاعية وأكد جلالة الملك المفدى أن القوات المسلحة في كل البلدين هي صمام الأمان للبلدين وتحمي المجتمع من الأفكار الهدامة لما التربية العسكرية من دور مهم لحفظ القيم والمبادئ الخيرة الأصيلة وأشار جلالة الملك المفدى خلال اللقاء أن أول بعثة للتعليم النظامي جاءت إلى البحرين عام 1919 هي البعثة المصرية التي عملت على بدء التعليم الحديث في المنطقة وأن قوة وتماسك البحرين تكمن في أن أهلها متعلمون ولا يوجد بها أمية ونوه جلالته بأهمية إقامة مثل هذه التمرين المشتركة التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق العسكري المشترك وتسهم في تبادل واكتساب المزيد من الخبرات في المجالات العسكرية بما يسهم في رفع القدرة القتالية لمواجهة مختلف التحديات والتي من شأنها دعم العمل العربي المشترك وأكد جلالته أن مصر تشكل العمق الاستراتيجي للأمة العربية بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني مشيرا جلالة الملك المفدى إلى أن هناك سمات مشتركة وتاريخا وحضارة عريقة لكل البلدين معربا جلالته عن تمنياته للوفد المصري الشقيق بالتوفيق والسداد في زيارته بين أشقائه في مملكة البحرين بعد ذلك ألقى اللواء الركن بحري الشيخ خليفة بن عبدالله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني كلمة رحب فيها بصاحب الجلالة وبالوفد المصري الشقيق وأوضح أن العمل العسكري المشترك له أهمية كبرى لما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات إقليمية على نطاق واسع تحتم واجب التعاون العسكري الأخوي ويأتي تمرين حمد 2 تنفيذا لتوجيهات سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تعزيزا وترسيخا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين كما أكد أنه وفي إطار منهج دعم التعاون والتكامل العسكري الثنائي مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية يأتي التمرين التعبوي المشترك بنسخته الثانية والذي ينفذ في مياه وأجواء مملكة البحرين وذلك لمواجهة التحديات وردع التهديدات الراهنة ودحر الإرهاب سعيا نحو التكافؤ العملياتي في المسرح البحري والجوي مقدرا مساهمات البحرية المصرية في دعم سلاح البحرية الملكي البحريني منذ بدء التأسيس وأضاف قائلا لقد تم تحقيق جميع الأهداف المرجوة للتمرين فيما يصب في تحقيق استراتيجية التعاون العسكري وفي الختام شكر جلالة الملك المفدى على هذا اللقاء سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من جانبه أعرب اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد قائد البحرية بالقوات المسلحة المصرية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء مشيدا بالعلاقات الوثيقة والتاريخية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتطور في العديد من المجالات خاصة في التعاون العسكري مؤكدا على نجاح هذا التمرين المشترك الذي جاء ليعكس تميز العلاقات البحرينية المصرية مشيدا كذلك بما حققته قوة دفاع البحرين من تطور وتقدم في العديد من المجالات العسكرية معربا عن اعتزازه بمشاركة البحرية المصرية في هذا التمرين المشترك بين البلدين اشتركوا في القناة